اشتركوا في القناة وقد تاح له العمل في رعي الغنم النظر في الكون الفسيح وتأمل مخلوقات الله تعالى والاستمتاع بجمالها أثرت مهنة الرعي في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم الأمانة والشجاعة والصبر واليقظة لأنه كان يظل وحيدا مع الأغنام في الصحراء كما أن رعايته لصغار الغنم علمته الرحمة والعناية بالضعيف فلنتعلم يا ابناء من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تحمل المسؤولية وحب العمل فقد كان حريصا على كسب الرزق من عمل يده لمن رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم طبعا رعاها لأهل مكة لماذا رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم لأنه أراد الاعتماد على نفسه وكسب رزقه من عمل يده ماذا تعلم النبي صلى الله عليه وسلم من رعية الغنم لم تعلم الأمانة والشجاعة والصبر واليقظة والرحمة والعناية بالضعيف في السؤال الرابع كيف أثر رعي الغنم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أثر عليه أنه تأمل في مخلوقات الله تعالى والاستمتاع بجمالها في هذه الصفحة أتأمل وأستنتج أعطاني مما أعطاك الله أعطني مما أعطاك الله طبعا هنا أستنتج أن العمل أن العمل مهم مهما كان بسيطا أتعلم ليطبق عمل النبي في رعي الغنم في سن مبكر علمه الاعتماد على النفس وضح كيف أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صفة تحمل المسؤولية طبعا هنا أرتب سريري عند الاستيقاظ وهنا أساعد أبي في السقي والزراعة وهنا أذاكر دروسي اختبر تعليمي أضع إشارة صح مقابية العبارة الصحيحة وإشارة خطى مقابية العبارة الخاطئة استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من رعي الغنم في تأمل مخلوقات الله تعالى طبعا هنا الإجابة الصحيحة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على العمل في صغره يعلمني حب العمل هنا الإجابة صحيحة أكمل من الصفات التالية اكتسابها الرسول صلى الله عليه وسلم من رعي الغنم طبعا اكتسب اليقظة وإيضا اكتسب الصبر والشجاعة والرحمة أحترم العمل الشريف مهما كان بسيطا هذه هي إجابات لدارس النبي يرعى الغنم أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الثاني وأيضا الاشتراك في القناة وشكرا لكم على